تعهدت فرنسا بالدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران الذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغائه تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جاماركي رو جاءت على هامش زيارته إلى طهران ولقاء نظيره الإيراني محمد جواد ضريف في خطوة جريئة ومفاجئة تعهدت فرنسا بالدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني الذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغائه لكنها قالت إن من الضروري أن تلتزم إيران تماما ببنود الاتفاق هذا التعهد الجديد من نوعه أخذه على عاتقه وزير الخارجية الفرنسي جاماك إيغو فور وصوله إلى العاصمة الإيرانية في وقت تشهد العلاقات بين تهران والقيادة الأمريكية الجديدة توترا بسبب القرارات المتعلقة بالهجرة والتي وصفها الوزير الفرنسي بأنها خطيرة لئتم مدافعا عن الاتفاق النووي إن المصلحة العامة تقتل الامتسال لاتفاق عام 2015 الذي وفقت إيران بمقتضاء على الحد من أنشطة برامجها النووية مقابل تقفيف العقوبات الاقتصادية عليها الاتفاق النووي الإيراني الذي تصدر مباحثات وزير الخارجية الفرنسي مع ناضله الإيراني محمد جواد ضريف طالما كان محط انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية حيث وصفه بالاتفاق الأسوأ الذي تم تفاوض عليه خلال إدارة سابقه باراك أوباما ملوحا لناخبي أنه سيلغي أو سيسعى لإبرام اتفاق أفضل تم اليوم مرة أخرى التأكيد من قبل طهران وباريس على أهمية تنفيذ بنضل اتفاق النووي الإيراني كافة التطور غير المسبوق في مجال التعاون الإيراني الفرنسي يأتي في وقت شهد إجراء إيران تجربة على صاروخ باليستي متوسط المدى وهو ما اعتبرته إسرائيل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة وطلبت بفرض عقوبات جديدة على إيران